المولد الخامس السادس لا أعلم شرح العلامة الزرقاني المتوفى على المواهب اللدنية بالملح المحمدية للعلامة العسقلاني الجزء الثاني عشر أعزائي في صفحة مائتين واثنين وعشرين وأنا إنما أقرأ من المتن يقول القصطلاني القصطلاني عفوا عفوا القصطلاني نعم القصطلاني قال وَلَقَدْ كَانَ حَصَلَ لِي الدَّاءٌ أَعْيَى دَوَاؤُهُ الْأَطِبَّاءِ من يقول العلامة القصطلاني وأقمت به سنين كنت مبتلى به ماذا فعلت ماذا فعلت هذه التعبير بيودي أن المشاهد الكريم يلتفت إليه جيدا فاستغثت به صلى الله عليه وآله مو فاستغثت بالله تعالى متضرعا إلى الله تعالى و جعلته واسطة لا لا استغثت به به برسول الله هؤلاء الذين يقولون أن الاستغاثة لغير الله ماذا شرك وبدعاء إذن اقبلوا أن العلام القصطلاني ماذا كان مشرك صرحوا قولوا ليأتي قائل يقول لي سيدنا أن هؤلاء لم يكونوا معصومين نعم أنا ما أقول ليسوا بمعصومين ولكن الكلام ليس في العصمة وعدم العصمة لماذا أنتم تتهمون المسلمين بأنهم من المشركين ولكنه العلام ماذا القصطلاني ليس ماذا ليس مشرك و هذا مشرك أيضا لأنه استغاث بمن برسول الله صلى الله عليه وآله قال فاستغثت التفتوا إلى العبارة فاستغثت به ليلة الثامن والعشرين من جماد الأولى السنة ثلاث وتسعين وثمانمائة بمكة زاد الله شرفا ومن علي بالعود في عافية بلا محنان لا أطباء ولا غير أبدا